في وقت يشق فيروس كورونا طريق انتشاره السريع في دول عدة تسابق الحكومات الزمن لكبح جماح الوباء العابري للحدود وعما ظهور متحور أوميكرون والحديث المتفائل لمصنعين لقاحات حول الحاجة إلى مزيد من جرعات اللقاح لمواجهته بات السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هل هو ستكون الجرعات المعززة عنصرا أساسيا دائما في مستقبلنا في ظل وضع ينبئ بمتحورات لا تنتهي من الفيروس وسط شح المعلومات العلمية المتاحة لتبرير البدء في حملة الجرعة المعززة لجأت بعض الدول في تجربة قياس فعالية ما إذا كانت الجرعة التنشيطية الثانية ضرورية في جميع انحاء البلاد في إسرائيل بدأت المؤسسات الصحية في إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لعدد من العاملين بقطاع الصحة وأوصت لجنة من خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية بمنح جرعة رابعة من لقاح فايزر بايونتيك للإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما أو أكثر والذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل أربعة أشهر على الأقل في النمسا أوصل المجلس الوطني لتطعيم بضرورة إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للفئات المعرضة لخطورة أعلى مثل العاملين بالرعاية الصحية في المناطق الحريجة بعد مرور ستة أشهر لموعد الجرعة الثالثة الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا قال أن هناك حاجة إلى جرعة رابعة للتعامل مع متحورة أوميكرون ولطالما كان بورلا يطرح فكرة الجرعات السنوية المعززة حتى قبل أن تثار المخاوف بشأن المتحور الجديد في المقابل يؤكد المدير العام من منظمة صحة العالمية تيدروس أدهنم جيبريسوس أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم سبعين بالمئة من سكان العالم مشددا على ضرورة وضع حد لقومية اللقاحات وتدعو منظمة صحة العالمية لتوزيع عاد للقاحات لضمان تطعيم سكان العالم أجمع بالجرعتين الأسفة قبل بدع توزيع الجرعات التنشيطية لضمان حماية أشمل من الفيروس موسيقى موسيقى